السلام عليكم ورحمة الله معكم امال حسن قناة اوبين بوفي وصفتنا النهاردة لبانوتاتنا الحلوين اللي بيحبوا يدخلوا المطبخ يعملوا حاجة سريعة خاصة في الصيف بنحب نعمل تحليات بردة كده تكون سهلة وسريعة في البداية لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ معايا لتر حليب آآ غالياء قبل كده وسايباء بارد يعني تستخدميه بارد علشان الكريم كراميل اللي انا هستخدمه بيبقى فيه نيشة فما يكلكعش معايا معايا تنين باكو كريم كراميل من اللي بيتباع جاهز ده سهل جدا في عمله بس هنعمل عليه شوية اضافات كده هيحسنوا الطعم بتاعه ويعملوا اضافة كده جميلة ليه بادويبه برفعه على النار بنلاحظ بس ان احنا نهدي النار علشان ما يتلسعش مننا خاصة ان احنا بنستخدم فما يتلسعش مننا اول ما يبدأ يغلي بالشكل ده كده برفعه من على النار ببقى مجهزة معلقتين لبن بودرة ومعلقتين كاكاو بودر خام بنزل عليهم بمعلقتين لبن بحيس دويبهم ولما اضيف عليهم الكريم كراميل اه ما يكلكعش معاه سواء اللبن البودرة برضو لما بتحط على حاجة سخنة ممكن يعمل كلكعة بسيطة فعلا شان احنا مش هنصفي ولا هنعمل حاجة فهنندويبه بس كده بمعلقتين لبن والكاكاو هندويبه برضو بمعلقتين لبن الخطوة بتاع الكاكاو دي المفروض يتحط تاني على النار بس انا هاختصرها وانتو ممكن تبقوا تحطوه شوية تاني على النار يغلي علشان الكاكاو برضو بيبقى فيه ممكن س Shieldة نشا كده نصبة نشا بعد انواع الكاكاو يعني فممكن تبقوا تحطوه شوية تاني على النار هنزل هنا بتلات مكعبات من الشوكولاتة البيضة والتاني البني بحوالي اربعة بقى علشان انا اختصرت خطوة هنا انا احطه على النار فانا مش عايزي ايبقى سايل الاوي. فهحط اربع مكعبات من الشوكولاتة بالحليب. بيزدي طعم حلو قوي الشوكولاتة بالحليب. لان احنا كمان مستخدمين الكاكاو خام. فنستخدم الشوكولاتة باكو بيبقى معاه آآ باكو من الكراميل. باكو الكراميل ده ببقى فيه باكو كراميل. هستخدم باكو كراميل ده. آآ شوية في كل كباية. وممكن كمان نستخدم بسكوت. يعني ممكن الخليط اللي احنا عملنا ده نستخدمه طبقات بسكوت. انا حطيت الجزء البني في الاول وحطيته شوية في التلاجة بحيس يتماسك علشان لما يجي احط عليه الجزء الابيض ده ما يختلطش مع بعضه. بس مجرد ما تماسك كده بدأت ان انا طبعا الجزء الابيض بقلبته علشان ما يعملش طبقة منفوق كده اللي هي بتبقى قشرة دي. فحاولت ان انا اقلب فيه شوية. بيرد هو كمان. وانزل بقى بالمعلقة كده بشويش علشان ما يمتزجوش مع بعض. وبحطه في التلاجة يتماسك. مش ممكن ربع ساعة نص ساعة بالكتير. بتلاقيه تماسك خالو زي وزي المهلبية. يعني يبرد بس في التلاجة كده شوية. وبعدين ابدأ ازاين بقى السطح بتاعه. ممكن بالكراميل. الباكو التاني بتاع الكراميل. وممكن بصوص شوكولاتة. انا هنا استخدمت مربح حليب. بتدي طعم حلو قوي. وبتدي شكل جميل في التزيين. بتفضل سبتة كده. مش بتمتازك زي الكراميل. يعني الكراميل هتلاقيه سيح شوية معاك. وممكن بقى تحطي فرماسيل. تحطي اي حاجة الاطفال بيحبوها. بس انا بصراحة ما بفضلش الفرماسيل قوي. كطعم يعني فيه. اللي بيبقى حلو معاك القطعة الشوكولاتة. ممكن مكعبات شوكولاتة. الابيض ده طعم جميل جدا. انا عايزكم تجربوا بقى الاتنين. وتقولولي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ولايك لصفحة الفيسبوك. هسيبها لكم في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله براكتة.